إلى أخبار انتشار فيروس كورونا دعت المفاوضية الأوروبية إلى عودة تدريجية للنشاط السيحي لإنقاذ الموسم الصيفي مشجعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح حدودها الداخلية بشكل تدريجي هذا هو سجلت روسيا مجددا أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بينما فتحت بعض المتاجر أبوابها ونتزال موسكو تخضع لعزل شبه كامل وأود الوباء العالمي بحيات ما لا يقل عن 292 ألف شخصا في العالم بينما فاق عدد المصابين الأربع ملايين في 195 بلدا ومنطقة